موسيقى نعم عدنا من الفاصل إذن تطرقنا لموضوع جاهزية البلدات العربية في النقب ما مدى جاهزية هذه البلدات لحالات الطوارئ أيضا للحروب وفي ظل الأحداث الأخيرة لابد من التطرق أيضا لموضوع المدن المختلطة الليد يافا والرملي حول هذا الموضوع كيف تعامل الأهالي وكيف يتعامل الأهالي مع الأحداث الأخيرة أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم الناشط الاجتماعي الناشط السياسي فخري الشرائعة من مدينة الليد أستاذ فخري مساء الخير مساء الخير يعتك العافية كيف الأوضاع عند أهلنا في الليد اليوم؟ نحن ناس دائما مستهدفين نحن في منطقة حساسة منطقة مستهدفة بجانب المطار بجانب مصانع الأسلحة بجانب مطار عسكري بجانب مطار فرحوفت المنطقة تبعت الليد الرملي خصوصا الليد أكثر شيء هي منطقة مستهدفة لكنها غير جاهزة بتاتا من ناحية البنى التحتية لمثل أمور الحرب خاصة في الوسط العربي أغلب العرب هل يخائفون في مثل هذه الأيام؟ مثل هذه الساعات؟ هم يعني الوضع مزج بين العاطفة وبين الواقع هم من ناحية الجهوزية غير جاهزين بتاتا الناس المدركين يعلمون أن حصيلة الإصابات ستكون من الوسط العربي أكبر حصيلة ممكنة يعني إذا سقط في الليد لا سمح الله الله لا يكدر صاروخ أو أي شيء الضحايا العرب رح يكونوا أكبر أكتر ناس إذن أين يحتمون الأهالي؟ وين بتخبوا؟ لا يوجد ملاجئ؟ لا يوجد ملاجئ في ملاجئ عامة البلدية لازم تجهزها بكودة عورف لازم يحضره ليس محضرين الجبهة الداخلية ليس محضرة العرب كل الدور اللي بنوها بدون ترخيص متجاهزة من ناحية غرف آمنة ومعدلة الحرب متجاهزين بتاتا مدارسنا أغلب أغلب المدارس اليوم تعطلت المدارس؟ اليوم تعطلت المدارس يعني الطلاب ما كانواش بالمدارس اليوم؟ اليوم ما كانواش الطلاب بالمدارس بتاتا أول مدينة في المركز اللي تبع الأخبار أعلنوا أنهم هم موقفين المدارس هي مدينة الليد لأنهم يعلمون ما زالت الطلاب العرب في المدارس؟ احنا تقريبا المدارس الابتدائية والثانوية تقريبا أربع تلاف طالب أربع تلاف طالب كانوا اليوم بالبيوت وبكرة بدون يكونوا بالبيوت الإشي مستمر؟ ما أعلنوش بكرة أما أنا بحب أحكي لك أنه كمان المدارس اليهودية ما شتغلتش يعني كل المدارس كل نعم الكل في المدينة لم يتم التدريس فيها والسبب أنه مش جاهز المدارس من ناحية بنى تحكيها يعني إذا كان هناك صافرات إنظار اللي أنا يعني بسمعه منك أستاذ فخري العائلات في بيوتها بالغرف بالصالون يعني بتطلعش؟ بتطلعش الناس ما فيش عندها إدراك فيش عندها كيف تتصرف ما فيش عندها توجيهات عامة بحالة الحرب كيف تسوي طلاب المدارس ما فيش عندهم أماكن وين يتخبوا لا ولكن الجبهة الداخلية يعني كل فترة وفترة هي تجري تمرينات حتى في المدارس العربية غير جاهزة أنا إذا بحكي لك أنه في عندنا اليوم أكثر من 35 كارفان كصف تعليمي كل أكثر اليوم مدارسنا العربية غير جاهزة بتاتا إذا بدي أفتح ملجأ مش هيكفي والملاجئ الموجودة قديمة ومجاهزة إذا فيه بس بالبنايات الجديدة قليل من البنى التحتية إذن هذا بموضوع الملاجئ أنا سؤالي لك أيضا أنت تعلم في عندنا طلاب وطالبات اللي هني بيجي للطفولة أو بمرحلة ابتدائية وممكن أن نشوفوا صاروخ ساقط حتى عبر الإعلام أن هذا الإشي يخيفهم حتى ويأثر على نفسيتهم طب من هنا في مختصين في مهنيين اللي بتواصلوا مع الأهل بشرحوا للأهل كيف ممكن يتواصلوا مع أبنائهم وبناتهم حاليا لا حاليا عندنا بالبلد مش موجود هذا الشيء يعني أنا في عندي أولادي أنا مسكت أطفالي أولادي فهمتهم أنه بحالة سمعوا انظار أو أي شيء تحت الطاولة يقعدوا تحت الطاولة إذا في ملجأ المدرسة وين ما بابني بصفة ثالث بتعلم بتعلم بكارفان ما بتعلم بمبنى جاهز وعلى فكرة يعني لغوا الكارفانات نهائيا بس ليش مدرسنا بهذا لحد اليوم بتستقبل الكارفانات أنا مش عارف بما أنت ذكرت موضوع الملاجئ وكذا احنا بنحكي برضو يعني نقص في الملاجئ حتى للمواطنين اليهود في الليد ولا بس العرب أغلب المواطنين اليهود يعيشون في بيوت مرخصة وبنايات جديدة وبنايات فيها ملجأ داخلي فيه إش اسمه مماد يعني غرفة محمية في داخل البيت وفيه إش اسمه مماك يعني مرخاب مقان كوماتيف في نفس الكومات في نفس الطابق وأنهم يكونوا بالعشرين متر بلدتنا خاصة العرب مهمشين من هذه الناحية وغير يعني محدش بيسأل فيهم كيف يحكوها ولا حدا سألام فيهم ولا حدا مجهزهم وأغلب مدارسنا غارج جاهزة بتاتا ووضعنا يرثى له من كل النواحي شكرا جزيلا أستاذ فخري الشرائعة الناشط السياسي والاجتماعي شكرا جزيلا لك شكرا اشتركوا في القناة